اشتركوا في القناة تعالوا نشوف كده اهو واحد اثنان ثلاثة اربع يبقى المربع له اربعة واضلاء المربع له كم ضلع يا صحابي برافو اربعة واضلاء طيب الرؤوس مش احنا اتفقنا الرؤوس اللي هي ايه الزاوية دي اهو ضلعه ودي ضلعه وهم باشين بيتقابلوا في نقطة اسمها الرأس يبقى دي واحد اثنان ثلاثة اربعة ممتاز المربع ده شكل له اربعة رؤوس واربعة اضلاء تعالوا نشوف الشكل الجيد ده اسمه ايه دائرة برافو عليكم هي الدائرة عندها اي خطوط مستقيمة فيها اي خط مستقيم لا ممتاز الدائرة ليس ليس لها اضلاء ما عندهاش اي خطوط مستقيمة خالص وكمان ايه طالما مش عندها اضلاء هيبقى ما عندهاش رؤوس وليس لها رؤوس يبقى الدائرة شكل ليس له اضلاء وليس له رؤوس انتوا لاحظتم معايا ايه سنقولة في الاشكال ان الشكل مثلا المسلس فاكرين المسلس عنده كم ضلع برافو ثلاثة وكم رأس ثلاثة طيب المربع اربعة اضلاء واربعة رؤوس والمستطيل اخو المربع بالظبط نفس صفاته برافو عليكم يبقى انتوا لاحظتم كده ايه في الاشكال تمام ممتازين يا سنة اولى كده لاحظنا في الاشكال ان ايه عدد الاضلاء دايما بيبقى قد وبيساوي عدد الرؤوس لو الاضلاء ثلاثة يبقى الرؤوس ثلاثة لو الاضلاء خمسة يبقى الرؤوس خمسة تعالوا نحلو مع بعض الايه أربعة رؤوس بس ده بالشكل واحد دول اتنين أصحاب زي بعض أيوة برافو عليكم المربع والمستطيل أنا شكلي ليس لدي أضلاع أو رؤوس ما عندوش أي حاجة خالص برافو دائرة أحسنتوا يا سنة أولى وبكده يبقى خلصنا درس الأشكال شكرا